اشتركوا في القناة وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى سائر اخوانه النبيين والمرسلين واله واصحابه اجمعين وبعد ايها السادة في لقاء جميل قدسي كهذا اللقاء طرح علي السؤال التالي ايهما يجب ان يضحى به في سبيل الاخر هل يجب ان يضحى بالوحدة في سبيل المذهب ام يجب ان يضحى بالمذهب في سبيل الوحدة قلت ان هذا السؤال انما يصدر ممن يتصور ان بين وحدة الامة والمذاهب الامانية الاسلامية تعارضا والمذاهب والمذاهب الاسلامية علاقة خلاف فضلا عن ان يكون علاقة تعارض او تضاد ان بينهما منتهى ما يمكن ان نسميه التساند ومن ثم التفاعل ذلك لان الغاية من وحدة الامة هي ذاتها الغاية المثلأ من المذاهب الاسلامية والايمانية واذا اتحدت الغاية استلحت السبل مهما تعددت ارأيت الى اناس يقطعون البادية بادية الى بلدة ما يقصدون اليها واعوزهم الماء وتفرقت بهم السبل في مظان الماء الذي يبحثون عنه افيمكن ان نتصور ان هذه السبل التي تفرق القوم فيها بحثا عن الغاية الواحدة وهي الماء افيمكن ان نتصور انهم سبأت لكم من ذلك سبلا متناقضة ومن ثم متخاصمة تنبذ الوحدة وتتناقض معها ليس هنالك من يتصور ذلك كلنا يعلم ان هؤلاء الذين تفرقوا في هذه السبل بحثا عن الماء المطلوب متعاونون بمقدار ما هم متفرقون في هذه السبل هذا المعنى هو ذاته الذي يتمثل في المذاهب الاسلامية وأحب أن أقول الإيمانية أيضا إن الغاية المثلى أيها السادة من الوحدة بلوغ مرضات الله وإن الغاية المثلى من المذاهب المختلفة المتنوعة أيضا ينبغي أن تكون بلوغ مرضات الله سبحانه وتعالى إن الماء الذي يروي غلتنا جميعا إنما يتمثل في رضا الله سبحانه وتعالى وإنما يتحقق رضا الله بالانقياد لهذا الذي سمعناه قبل قليل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فلئن تفرقنا في السبل المتعددة بحثا عن الماء الذي يروي غلتنا وما الماء إلا هذا الذي ذكرته لكم ما الماء إلا هذه الغاية القدسية التي تجمعنا جميعا ونرحل بها إلى الله سبحانه وتعالى إنه بلوغ مرضات الله عز وجل ومن ثم فليس بين الوحدة والمذاهب الإسلامية مشكلة تقتضي غض النظر عن أي من الجانبين في سبيل الآخر بل بينهما منتهى التكامل لكني كما تلاحظون أيها السادة إنما أركز على وحدة الغاية فلنتلمس بين جوانحنا وحدة الغاية هذه نحن راحلون ونحن نقطع هذه المفازة نقطع مفازة هذه الدنيا هذه البيداء إلى لقاء آت قريب مع الله عز وجل فإذا كانت غايتنا في مساعين كلها بلوغ رضا الله عز وجل فأحبب بالمذاهب الإسلامية ما مكثرت وإن هذه المذاهب لا بد أن تتوج بتاج الوحدة الإسلامية والإيمانية ولكن ينبغي أيها السادة أن أذكر نفسي وأذكركم بأمر إن حظوظنا النفسية ويا للأسف كثيرا ما تقف في طريقنا بالمرصاد كثيرا ما تحفر لنا الكمائن حظوظنا النفسية المتمثلة في العصبية للذات المتمثلة في العصبية للأن المذهبية في كثير من الأحيان المتمثلة في المصالح العاجلة الذاهبة ينبغي أن نكون لهذه الحظوظ بالمرصاد ينبغي أن نتقي الكمائن التي تترصد لنا حظوظنا هذه هنا وهنا وهناك في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى كيف نستطيع أن نتحرر من حفوظنا النفسية هذه ليس هناك من سبيل وقد فكرت طويلا هي مشكلة إلا سبيل واحد هو مراقبة الله عز وجل كلنا مؤمنون بالله كلنا تجمعنا مشاعر قدسية مشاعر العبودية لله مشاعر الانقياد لسلطان الله إذن ينبغي أن تحيا هذه المشاعر من خلال مراقبة مراقبة الله عز وجل وإذا كنت أتمسك بحجة في المذهب الاجتهادي الذي تمسكت به ينبغي أن أتصور أن هذه هي الحجة التي يجب أن أرحل بها إلى الله عز وجل وينبغي أن أتساءل مع نفسي أفيقبل الله عز وجل هذه الحجة التي أدافع بها عن مذهبي ورأي إذا وقفت أمامه يوم يقوم الناس لرب العالمين إذا وجدت وتيقنت أنني سأقدم هذه الحجة بوجه الناصع وسأعبر عنها بقرار ثابت راسخ أتقرب به إلى الله عز وجل فالآن بهذا المذهب الذي أنادي به وهذا الذي ينطبق علي ينطبق على إخواني جميعا وفي هذه الحالة تصب اجتهاداتنا هذه في غاية مثلى غاية الماء الذي يروي غلتنا إنه بلوغ رضى الله عز وجل أعتقد أيها الإخوة أن هذا المعنى إذا تمثلنا أكرمنا الله عز وجل بتوفيق كبير وسدت الثغرات التي أشير إليها الآن التي أشار إليها سماحة العلامة الجليل الذي كنت ولا أزال أوده أوده وأحبه لعلامها التسخيري بل أيها الإخوة ما ينبغي أن يكون للحقد مكان في قلوبنا ما ينبغي للضغين أن يكون حاجبا بين وبين أخ في الإنسانية يرفع فوق رأسه لواء العبودية لله يرفع فوق رأسه لواء الحب لله عز وجل حسب هذا الحب جامعا وحسبه روحا تحقق في حياتنا هذه الوحدة لا أريد أن أطيل أكثر مما أطلت وأشكركم على الإصلاة والسلام عليكم شكراً للمشاهدين